زلزال في الصحف العربية والمصرية بعد فوز منتخب الجزائر على غانة بسلاسية نظيفة والوصول للرقم القياسي 34 مباراة دون هزيمة شاهد معنا ردود الأفعال العربية على كل مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لكن في بداية الفيديو فضلا لايك للفيديو واشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد محبين منتخب الجزائر ياريت لايك للفيديو ودعما للفيديو منتخب الجزائر يقص على غانة بسلاسية نظيفة لقى هذا انتشارا واسعا على السوشيال ميديا وإشادة كبيرة من كل الصفحات الرسمية وكل المواقع الرسمية العربية الصحفي محمد الجزار وتتواصل مسيرة الخضر بنجاح منتخب الجزائر يصحك غانة بسلاسية نظيفة ويصل للمباراة 34 على التوالي بدون خسارة أحمد شبير منتخب الجزائر يحقق الفوز وديا على غانة بنتيجة 3 صف استعدادا لكأس أمم إفريقيا موقع يلا كورا منتخب الجزائر يفوز وديا على غانة 3 صف في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية موقع في الجول آدم والناس وهدف عكسي وإسلام سليماني الجزائر تفوز على غانة 3 صف وديا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية البطولة قبل مواجهة المنتخب الوطني الإسنين القادم غانة تنهزم وديا ضد الجزائر 3 صف يقصد المنتخب المغربي سيلتقي مع غانة بوابة الأهرام منتخب الجزائر يهزم غانة بسلاسية استعدادا لكأس أمم إفريقيا موقع يلا كورا الجزائر تكتسح غانة وديا موقع كورا منتخب الجزائر يكتسح غانة قبل موقعة أمم إفريقيا بوابة الشروق منتخب الجزائر يفوز على غانة وديا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية الإخبارية بي اين سبورتس عاجل منتخب الجزائر يهزم غانا بسلاسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم في الدوحة استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريكيا الكاميرون الاتحاد القطري لكرة القدم فوز منتخب الجزائر على منتخب غانا في المباراة الودية التي أقيمت اليوم في استاد المدينة التعليمية المنديالي قنوات الكأس وديا منتخب الجزائر فاز 3 صفر على غانا في مباراة جرت بملعب المدينة التعليمية المنديالي استعدادا لمشاركة المنتخبين في كأس أمم أفريكيا في الكاميرون موقع كورا منتخب الجزائر يصحق نظيره الغاني بسلاسية بسلاسة أهداف دون رد في مباراة الاستعدادية الأخيرة كانت هناك ردود فعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية والمواقع العربية بعد فوز منتخب الجزائر على غانا بسلاسة أهداف مقابل شيء لا شيء والوصول إلى 34 مباراة دون هزيمة ألف مبروك بسم الله يا مشاء الله لجماهير منتخب الجزائر ولمنتخب الجزائر لا تنسونا بلايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا